اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين رغم اللجوء الى المخزون الاستراتيجي من النفط الادارة الامريكية تعجز عن كبح ارتفاعات اسعار الوقود والغذاء والحد من نسب التضخم باستحواذ صيني وبحتياطيا يقدر بثلاثة مليارات طن من خام الحديد الجزائر تبدأ العمل في اكبر منجم للحديد بغارج بلاد اهلا بكم كشف مركز التنسيق المشترك التركي ان سفينة الحبوب الاوكرانية تصل الى اسطنبول مساء اليوم وابحلت السفينة كما هو مخطط لها بعد اجراء عمليات التفتيش لها من قبل مسؤولين روس واتراك واوكرانيين ومن الامم المتحدة هذا ورحبت الخارجية الروسية ببدء تنفيذ صفقة الحبوب محذرة الغربة من مغبة عدم الوفاء بالجزء الثاني من الصفقة وان لا فان دولا كثيرة حول العالم ستحرم من عشرات ملايين الاطنان من الحبوب الروسية فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على شركات صينية ساعدت في بيع منتجات نفطية وبيترو كيموية ايرانية بعشرات ملايين الدولارات لشرق اسيا العقوبات شملت ستة شركات منها شركة اماراتية واربع شركات من هونغ كونغ واخرى في سنغافورة اتهمت الخزانة الامريكية شركة الخليج الفارسي لصناعة البترو كيمويات الايرانية باستخدام تلك الشركات لتسهيل بيع منتجاتها البترولية والبترو كيموية الى شرق اسيا تدرس مجموعة الدول الصناعية السبع امكانية تحضر جميع الخدمات المتعلقة بنقل النفط الروسي والمنتجات البترولية عن طريق البحر الى السوق العالمية وجاء في بيان لها انه ما لم يتم شراء النفط الروسي بسعر متفق عليه مسبقا او بسعر اقل فان مجموعة الدول السبع ستفرض حظرا شاملا على خدمة النقل البحري على ان تبحث عن وسائل اخرى لتخفيف ازمة الطاقة هبط مخزون النفط الخامف الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة الى ادنى مستوى له منذ 37 عاما يأتي ذلك بعدما سمح الرئيس الامريكي بالسحب من هذا المخزون بمعدل مليون برميل كل يوم بدءا من شهر اذار مارس وحتى الو سبتمبر وذلك لتعزيز المعروض في الاسواق وخفض اسعار الطاقة فهل تحقق الهدف من هذه الخطوة؟ الاجابة مع علي سار كرام عندما قرر الرئيس الامريكي اللجوء الى الاحتياطي الاستراتيجي من النفط كانت الاسعار تسجل ارتفاعات متتالية والانشطة الاقتصادية شبه معطلة بسبب ارتفاع تكليف الطاقة اراد بايدن مواجهة الضغوط الاقتصادية من خلال زيادة كميات النفط في الاسواق المحلية لان وفرة المعروض تخفض الاسعار وبالتالي تخفض تكليف الانتاج والنقل وتعيد النشاط الى الاقتصاد الذي تعطل مرتين خلال جائحة كورونا وبعيد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا اليوم وبعد مرور خمسة اشهر على قرار بايدن تناقص حجم المخزون الاستراتيجي من الخام الى 470 مليون برميل فقط من دون اي تحسن في المؤشرات الاقتصادية فمعدل تضخم السنوي في الولايات المتحدة ما زال عند اعلى مستوى له في 40 عاما عند اكثر من 9% ويرتفع بوتيرة سريعة تقارب الواحدة في المئة كل شهر حتى ارتفعت الاسعار الاجمالية التي يسددها المستهلكون لمجموعة متنوعة من السلع واحدا وثلاثة اعشار في المئة في شهر واحد فقط وبرغم زيادة المعروض النفطي قفزت اسعار البنزين في السوق الامريكية بنحو 60% منذ مطلع هذا العام واسعار الكهرباء بنحو 13.5% وامام هذا الواقع يتساءل كثيرون عن الامد الزمني اللازم لتأتي خطوة بايدن بنتائج ايجابية على اقتصاد بلادهم ولسيما ان 41% من الامريكيين يحملونه مسؤولية ارتفاع اسعار الطاقة فتحت مؤشرات الاسهم الامريكية منخفضة بسبب المخاوف من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي فلوسي لتايوان وتراجع المؤشر داوت جونز الصناعي 107 نقاط فيما تراجع المؤشر ستاندر اند فورس 514 نقطة وتمثل هذه المؤشرات المتوسط المرجح لأسعار 30 سهما كبيرا في بوسطي نيويورك ونزدك سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا في النصف الاول من العام باكثر من 5 مليارات ونصف المليار الدولار وبلغت قيمة الصادرات 5 مليارات و900 مليون دولار بزيادة نسبتها 43% عن العام 2021 وبلغت الواردات 20 مليارا و200 مليون دولار بزيادة قدرها 7% عن العام السابق اما اجمالي الفائض في الميزان التجاري فارتفع بمقدار 4 مليارات دولار بدأت الجزائر العمل الفعلية في استغلال منجمي غارج بلاد العملاق جنوب غرب البلاد بالشراكة مع الصين باستثمار ملي يقارب الملياري دولار ويتوقع ان يؤدي ذلك الى ارتفاع انتاج الجزائر من الحديد الى 50 مليون طن سنويا بعد يومين فقط من توقيع مذكرة مشروع خط الغاز العابر للصحراء بالشراكة مع النيجر ونيجيريا الجزائر تعلن عن الشروع الفعلي في استغلال منجمي غارج بلاد في منطقة تندوف الذي تصنفه تقارير جيولوجية بانه من اكبر الاحتياطات العالمية للحديد الخام وذلك بدعم تقني ولوجستي للشريك الصيني هذا المشروع هذا رح يبني الجزائر ويبني افريقيا ولهذا النظرة الاستراتيجية هو انه رح يطور الولايات الحدودية والنظرة الاستراتيجية الاخرى انه رح يقوم باعادة توزيع وفق استراتيجية الاقليم الجزائري ورح تنتقل الامور من الشمال الى الجنوب عبورا بالهذاب وزارة الطاقة الجزائرية اعلنت انه مع انتهاء المراحل الثلاث من خطة مشروع منجم غار جبيلت ستكون الجزائر بين الدول الكبرى في تصدير الحديد على ان تكون البداية لتغطية حاجيات السوق المحلية والافريقية بطاقة انتاجية تقترب من الخمسين مليون طن سنويا جزائر شاركاتها النوعية مع الصين ومع قطر في هذا الجانب بالضبط وفي هذا المنطقة بالضبط ليعتبر غارج بلاد يعني كاكبر احتياط عالمي مش افريقي عالمي من حيث الحديد والصلب وبعض المعادل الاخرى كان فيه اشكال في السابق او يروج ذلك الاشكال اللي هو عدم الامكان يتفصل الكبرية عن المعادل لكن الان تضحت التكنولوجيا تقدمت في هذا المجال تتشين منجم غار جبيلات العملاق الذي يحتوي على احتياطي يفوق ثلاثة مليارات طن من الحديد الخام وقبله مشاريع في الفوسفاد واليورانيوم والذهب وسلسلة اكتشافات واعدة في النفط والغاز تجعل الجزائر تقدم نفسها بحسب متابعين عديدين انها قوة اقتصادية وسياسية ستكون لها كلمتها في النظام العالمي الجديد انخفضت قيمة الجنيه المصري الى ادنى مستوى لها في خمسة اعوام عند 19 جنيها للدولار الواحد وكان المركزي المصري قد خفض سعر العملة في اذار مارس الماضي في ظل انخفاض احتياطي النقد الاجنبي لديه بنحو اربعة مليارات دولار خلال عام واحد ويبلغ الاحتياطي حاليا سبعة وثلاثين مليار دولار ما يغطي خمسة اشهر فقط من الوردات ولسيما شراء القمح كشف مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور ان خسائر القطاع نهزت نصف مليار دولار خلال سنوات الحرب يضاف اليها ثلاثمائة مليون دولار من جراء اعتداءة اسرائيل على المطرات والرادرات والمشاءات واشار منصور الان واردات قطاع الطيران حتى منتصف هذا العام بلغت تحو ستة مليون ونصف مليون دولار وانها تتطور باستمرار نتيجة تطوير المطرات وزيادة حركة الطيران وفتح الاجواء من وإلى سوريا تفتقد الشركات الصناعية في المانيا الى المواد الاساسية اللازمة لاستمرار عملها وفق ما اظهرت بيانات معهد ايفو للبحوث الاقتصادية وجاء في احدث تقارير المعهد ان 73% من الشركات الصناعية ابلغت عن فقدان مواد في تموز يوليو فيما لا توجد مؤشرات الى انتعاش في شراء المواد المهمة خلال الاشهر المقبلة ونبه المعهد الى ان الوضع مازال حرجا في القطاعات الاساسية للصناعات الالمانية كالكهرباء والسيارات والالكترونيات رجعت وكالة بلومبرغ ان استمر ارتفاع التضخم في تركيا ليصل الى 80% في شهر تموز يوليو بلومبرغ انتقدت امتناع البنك المركزي التركي عن اتخاذ اي اجراء من شأنه السيطرة على الاسعار كأن يشدد مثلا اسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المتزايد وارجعت السبب الى دعوة القيادة السياسية الى خفض الفائدة بشكل اكبر اعلن البنك المركزي الاسترالي زيادة في سعر الفائدة الرسمي اسوة بالبنوك المركزية الغربية ولسيما في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهذه رابع زيادة لسعر الفائدة الرسمي في استراليا ما دفع مصرفة جولدمن ساكس الى التحذير من احتمال حدوث ركود نسبته 25% في استراليا خلال الاشهر المقبلة ارتفعت اسعار الكهرباء في توكيو الى اعلى مستوى خلال عام ونصف العام بعدما ادى ارتفاع درجات الحرارة الى زيادة استهلاك الكهرباء للتبريد وحذرت شركة توكيو الالكتريك باور من خفاض احتياطي الطاقة في المدينة الى 3% مساء وهو المستوى الادنى لضمان استقرار الشبكة واضحت الشركة ان نقص الامداد بموارد الطاقة في الاسواق الدولية بموازاة زيادة الاستهلاك المحلي ينذر بزيادة فواتير الكهرباء للمنازل والشركات بعد 46 عاما من عملها اغلقت بريطاني احدى محطاتها الكهروذرية للابد بالرغم من الارتفاع الحاد في تكلفة الكهرباء في البلاد وفي ظل انخفاض في امدادات الغاز الروسي الى اوروبا وجاء اغلاق هذا المفاعل في احدى محطات الطاقة النوية الست المتبقية في المملكة المتحدة بعد خمسة عقود من توصيله لاول مرة بشبكة الطاقة الكهربائية ويشار الى ان المحطة كانت تنتج ثلاثة في المائة من الكهرباء المستهلكة وبلغت طاقتها الانتاجية واحدة ميجاوات بفاصل واحد هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة